بعد 42 يوما من الإغلاق خرج الملايين من الأطفال في إسبانيا للاستمتاع بأول يوم من الحرية بعد تخفيف الحكومة من قيود الإغلاق وذلك بعد ما رأت الجهات الحكومية أدلة كافية على أن فيروس كورونا تحت السيطرة الحكومة الإسبانية أكدت أنها ستسمح بخروج الأطفال دون السن الرابعة عشر عاما بما يصل إلى ساعة واحدة من النشاط الخارجي الخاضع للإشراف يوميا بين الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء مع البقاء على بعد كيلو مترا واحدا من منازلهم لقد كان متحمسا منذ الصباح الباكر كنا نبحث عن الدراجة لكنها كانت في منزل جدته لذلك وجدنا هذا السكوتر وكنا سعاداء بالاستمتاع بالشمس والهواء الطلق ويمكن للبالغين مرافقة ما يصل إلى ثلاثة أطفال لكن لا يسمح للأطفال باستخدام الملاعب المخصصة لهم وسيكون عليهم الالتزام بإرشاد التباعد الاجتماعي بأن يبقوا على بعد مترين على الأقل من الأشخاص الآخرين أعتقدت أن الأمور ستكون فوضوية وكنت خائفة قليلا عندما خرجنا لوجود الكثير من الناس أو شيء من هذا القبيل لكن الناس كانوا يتصرفون بشكل منظم للغاية تسمح التعليمات الجديدة للأطفال بركوب الدراجاء أو سكوتر أو اللعب بالكرة لكنهم لا يستطيعون اللعب مع أطفال آخرين خارج مجموعة العائلة ولا يمكنهم الذهاب إلى الملاعب ترجمة نانسي قنقر